موسيقى دمشق تتكلم أو بالحري يسوع المسيح تكلم في دمشق تكلم مع شاول موسيقى دمشق تكلمت في الفاتيكان يوم السبت السادس عشر من أيار عام الفين وتسعة وستتكلم في العالم الأجمع موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 مسلم. هذا جمال الفيلم. وشكرا لكم على المتعة اللي أعطيتون ليها من خلال هذا الفيلم الجميل جدا جدا شكرا. داماسكوس is very very important because is the first large city where Christianity was made present. داماسكوس is very important because obviously a movie of this seriousness could have not done without the assistance of your government. وحضر مراسم إطلاق فيلم دمشق تتكلم في الفاتيكان. الآن سهل جمالي القائم بأعمال السفارة السورية لدى روما. والدكتور جمال أبو العباس رئيس الجالية العربية السورية في إيطاليا. وحشد جماهيري كبير لممثلي 75 دولة ستقوم بعرض فيلم دمشق تتكلم في بلادها بلغات مختلفة. أنا جيت خصيصا لأني لم أستطع أن أكون في دمشق في عرض دمشق في ظروف صحية. وبشكر ربنا أنه قدرت شوف الفيلم في وسط هذا الحديد الكبير الذي يمثل باقة جميلة من تعددية الطواقف المسيحية والديانات والحضارات تجتمع كلها هنا. I thought it was a very good commentary of his life and what God did in his life. الفيلم دمشق تتكلم قد ترجم إلى 8 لغات و10 لغات في طور الدبلاج. والخطة أنه نكمل ونوصل دمشق تتكلم إلى كل القرات الخمسة في كل البلاد. الهدف أنه نوصل إلى 100 لغة و90% من سكان العالم يتعرفوا على الأرض المقدسة في سوريا. وما حدث من 2000 سنة عند ظهور الرب يسوع في أجواء دمشق الجميلة. العالم من أول وجديد بأنه رسالة النور انطلقت من الشرق وصلت للغرب. تفاعل يعني تفاعل الجمهور والتسفيق الحار اللي صار لهذا الفيلم. وخاصة أنه نحن اليوم مو شايفين فقط يعني بين الجمهور فقط الإيطاليين. وإنما هناك يعني 75 دولة عم بمثلوا دولهم. عرفتي من كندا من أستراليا من كوريا من أوروبا من أمريكا من مختلف أنحاء العالم. كلنا نحتاج أن نسير على طريق دمشق. ليس دمشق الأرضية ولا دمشق المحصورة في التاريخ والجغرافيا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر